أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت مستودعا كبيرا تحت الأرض للصواريخ ودخائر طائرات في منطقة إيفانو فرانكفاسك الأوكرانية وذلك باستخدام صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وأضافت الدفاع الروسية أنها دمرت أيضا مراكز للاتصالات اللاسلكية والاستطلاع تابعة للجيش الأوكراني بالقرب من مدينة أودسا السحلية وذلك باستخدام نظام صاروخي سحلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة